السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيونكم شباب وشيون صاحبكم ان شاء الله بخير يوم اقدمكم برنامج بابليون باسورد البرنامج غرضه هو تشفير الاميل الخاص بيك والباسورد الخاص بيك حفظه التشفيره التمتاز انه غير قابله للكسر الا بالتخمين طبعا اول حقل وهي تركت لكم بعض الملاحظات الخاصة بالبرنامج اول ملاحظة تقول انه لازم الملاحظة الاولى انه لازم يعني الباسورد الخاص والتشفيري يكون موحد مو تشفر مثل ايميل و باسورد بسكرت باسورد معين وترجع الشفورة بسكرت باسورد ثاني بهاي الحالة ما راح تقدر تفكي اللي شفرته لازم يكون موحد مثلا على سبيل المثال اختاريناه رقم واحد راح نسوي تشفير هنا شفر انه المحتوى المحتوى راح يعظم ملف تيكست باسم داتا هذا الملف لا تتلاعب به ولا تحذف المحتوى الخاص به لان راح يأثر على فك التشفير اغلي كما هو اه اذا اريد تفك بسهولة بس تخلي السكرت باسورد وسوي شوان دي كود هاي اللي اللي الشفرة وتم الفك الشفرة خاصة بهنه طبعا اه الشفرة غير قابلة للكسر الا بالتخمين اه لهذا بحال نسيانك الباسورد اللي هو سكرت باسورد حتى انا كمبرمج نفسي ما راح اقدر استعيد لك اه اه شفرة شفرته والسبب راح اشرح على اه بشكل وطريقة رسومية البرامج يطي كل حرف رقم مثلا الاي واحد البي انطي مثلا تسعة اه في حالة التشفير اه يسوي اي زائد بي والناتج اشي قد عشرة نا بحالة انت كشخص او حتى انا كمبرمج اريد افك التشفير لازم اطرح اطرح شنو اطرح الاي من البي طيب انا الاي والبي ما عندي اه ما اعرف انه ما اعرف المدخلات ما اعرف انه المدخلات هو الشخص هو الدخل بس الناتج عندي اللي هو عشرة المشكلة هنا العشرة لما تجي انت كراكر تجي تريد تعكسها العشرة مو فقط جاي من تسعة زائد واحد جاي من ثمانية زائد اثنين وسبعة زائد ثلاثة وهكذا العملية تستمر لهذا حتى لو اكتشفت انه العشرة مثلا جاي من اثنين زائد ثمانية انت حصلت ناتج وحصلت مدخلات انه حاصل جمحين يساوي عشرة بس المشكلة وين المشكلة انه الثمانية راح ساوي لغير حرف مثلا اف والثلين ساوي لغير حرف مثلا دي لهذا حتى تفك الشفرة لازم ترجع الى المدخلين الاول اللي هو اي ساوي واحد والبي ساوي تسعة بدون هاي الطريقة ما راح تقدر تفك تشفيرة ابدا لهذا حتى انا شخصيا لو تمت التشفير ما راح اقدر افك الشفرة في امان الله